مثال على العمليات الأولية على الصفوف في المثال الأول تبديل الصفين الأول مع الثاني فإذا كان الصف الأول عناصره 0134 يمكننا أن نبدله مع الصف الثاني الذي يحتوي على سلب 1203 فتكون المصفوفة الجديدة الصف الأول سلب 1203 والصف الثاني 0134 ونرمز لهذه العملية بالشكل R1 وR2 بينهما سهم ذو رأسي في الاتجاهين الجزء الثاني من المثال هو على عملية ضرب مصفوفة في عدد ما غير صفري المصفوفة معنا صفها الأول 2 سلب 4 6 سلب 2 إذا أحببنا أن نقسم هذا الصف على 2 بمعنى أننا ضربناه في نصف فماذا يحدث؟ 2 على 2 يعطي 1 سلب 4 على 2 يعطي سلب 2 6 على 2 ثلاثة سلب 2 على 2 سلب 1 فتكون هذه المصفوفة الجديدة الجزء الثالث من المثال هو إضافة صف بعد ضربه في عدد ما إلى صف آخر ففي هذا المثال سوف نضرب الصف الأول في سالب 2 ونجمع الناتج على الصف الثالث فإذا ضربنا الصف الأول في سالب 2 صارت هذه 2 في 1 ب2 في سالب بسالب 2 سالب 2 في 2 بسالب 4 سالب 4 في سالب 2 سالب بسالب موجة ب2 في 4 8 ثم نجمع سالب 2 موجة ب2 يعطي صفرا سالب 4 موجة ب1 يعطي سالب 3 8 موجة ب5 يعطي 13 سالب 6 سالب 2 يعطي سالب 8 فهذا الصف الجديد الصف الثالث الجديد هو عبارة عن مجموعة الصف الثالث القديم مجموع عليه الصف الأول مضروبا في سالب 2